نروح لإستعداداتنا كان مفترض أنه الأهل يرجع لتمرينة النهاردة وأنا كنت شاهدها الحقيقة يعني صعبة جدا ولكن الحقيقة مستر بيتسو مسماني قرر أن يلغي التدريب النهاردة ويبدأ من بكرة إن شاء الله يستعد لماطشو الهلال ترجع الفرقة للتدريب مرة تانية وهي راحة أعتقد كانت منطقية جدا بعد مجهود صعب جدا وشاق جدا على فرقتنا اللي لعبت ثلاث مطشوط في منتهى القوة أنت لعبت مع مونتري المكسيكي لعبت مع بالميراس البرازيلي ولعبت مع السعودي في فترة يمكن لم تتجاوز أسبوع تقريبا وبالتالي كان مهم جدا وانت رايح لمنافسات هتكون في منتهى الصعوبة أن لعبتك تاخد الفترة الكافية للراحة وبالتالي قرر مستر بيتسو مسماني أنه رايح اللعيب النهاردة كمان ويبتدي من بكرة إن شاء الله قبل من سافر الأربع بكرة يبقى فيه تمرين وحيد في مصر ونسافر الأربع ويبقى فيه تمرين ما قبل المباراة الخميس وإن شاء الله المواجهة تكون يوم الجمعة على ملعب الهلال في أم درماني غيابة الأهل بداية أطمينكم على الشناوي وأطمينكم كمان على حسام حسن اللي هيكونوا موجودين مع الفريق في رحلته للسودان مشاركتهم من عدمه ترجع بالكامل طبعا لرؤية مستر مسماني والمدى جهازيتهم بشكل تام وكامل وما أعتقدش أنه الجهاز الفني ممكن يغامر بنجمين بحجم الشناوي حسام حسن إلا في حالة تمام جهازيتهم بشكل كامل لكن اللي هيغيبه والمؤكد طبعا يغيابهم عن مباراة الهلال وطبعا فيهم أسماء يمكن تكمل شوية معنا طبعا أكرم توفيق عمار دول روباط صليبي وبالتالي دول هيغيبه شوية بيرسيتاو محمود متولي صلاح محسن بدر بنون وكوكا ودول طبعا بسبب إصابات مختلفة صلاح محسن كان عامل عملية في رجله بيرسيتاو كان عنده بيرسيتاو قريب يعني اعتقد بعد مطش الهلال ممكن بيرسيتاو يخش التدريبات مرة تانية عمار وأكرم قدامهم شوية حلوين وصلاح محسن برضو هيكون قدامه يعني شوية لكن الحقيقة يمكن يكونوا قريبين إن شاء الله يدخلوا سكواد الأهلي بعد مطش الهلال ممكن يبقى متولي ممكن يبقى بيرسيتاو ترجمة نانسي قنقر